بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فتح باب الطوبة أمام المذنبين أمام المذنبين نحمده سبحانه وتعالى القائل في محكم تنزيله ومن تاب وعمل صاليا فإنه يتوب إلى الله متابا نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليب بجلاله ونشكره جل وعلا شكرا ينبغي لإزته ولجبروته ونسل ونسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام التاعبين وعقد للمستفين نبينا محمد المبغوص رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين المنتجبين الأبرار الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه واعلموا أن التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فئل ما يحبه وترك ما يكره فكل طائب مفله قال الله أزوجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلهم ولا يكون مفلها إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون والتوبة هي حقيقة دين الإسلام ولذلك استحق الطائب أن يكون هبيب الله فإن الله يهب الطوابين ويهب المتطهرين كما ورد في القرآن الكريم وإنما يهب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه فالتوبة واجبة من كل ذنب فإذا تاب من بعدها صحت أما تاب منه إباد الله إن الله ليفره بالتائب إذا تاب قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أشد فرها بتوبة عبده هنا يتوب إليه من أهدكم كان على راحلته بعرض فلا تح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فعيس منها فأتى شجرة فاتجع في ذلها أن ينتزل الموت قد عيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة إنه فأخذ بدابته ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح والله أشد فرها للتائب من الذنوب من هذا الرجل سوف ينته سِلسلท� الب spray ظل ده ثم الظل من تطبيق النوب ينشف нов صف ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر